الممثلة تولين الممثلة تولين اللي قادي عم تتفرج على الدراما وعلى الأعمال العربية المشتركة وعلى النجوم اللي كانوا أصحابها اللي صاروا أهم نجوم هي قادي بالبيت أكبر متعة وأنا بنصح كل مين بحبه يجرب لو شهرين يبقعد عن البشر ومثل الديتوكس تعملي لنفسيتك صار لك ثلاثة سنين عم تعملوا ديتوكس تأخرتي كيف تعيشي تولين كيف تصرفي من وين بتجيبه لا تتلبسي ولا تجخي ولا تظهري هذا الموضوع كنت مستحية أحكي فيه وخجلانة أحكي فيه بس طلعت بعدين قلت لأ يا تولين جرأي معي بالشغل معيب اي انا اجيت فترة لما طلبت يعني انا عندي عزلة نفس كتير كبيرة وما بطلب كلها سنين بس لما انكسرت مارديا وفني يعني لجأت لنجومنا الكبار وقلت لهم بدي شغل وما لبوني طريت اني اشتغل بالأكل وورزع أكل على أساس بسم واحدة تاني بتبيعي أكل بعت أكل اشتغلت برافو هلأ حاليا أنا أنا كنت اخجل قولها الشي مولا شي اللي يمكن لو كنت أنا بظروف أحسن كنت تخبرت عنه بس هلأ وأنا بانكساري ما بحب أقول شو اشتغلت كرمال ما أطلب بس شو المشكل يعني أنت عم تيدي لي بعت أكل تحترمي على هالأمر شكرا هيدا شي رائع يعني امرأة عم تكافح أنا بعشاء المطبخ يعني من زغري فصرت أعمل الأكلات اللي أنا شاطرة فيا وبيعهم لمحلات حلو حلويات حلو باسم تاني ليه ما جايبتي لنا حلو اليوم معاك بعيوني بعيوني شو بدك جاهزين ديوشة لالوكي صرت بيعهم باسم واحدة تاني ليه مش باسمك ليه ما بتفتخري أهم شفية بالعالم وناس عملوا نجاحات وعملوا ثروات بس إمت بتفتخري أنا لو عندي مثلا مطعم صغير عملي رأسمال عملي شي مشروع لقلي صغير بقول أنا عم بشتغل بمطعمي وبمطبخي ووقف للزباين وبالفلون ساندويش هلأ بعديك عم تعملي هشي باسم حدا ثاني لا هلأ وقفت هلأ عم بعمل شي تاني شو هو أنتجت كريم طبيعي طبيعي يعني الأعشاب الطبيعية لأول مرة بيكون للبادي وللبشرة للوجه للمرأة بيعالش كل شي بالعالم حلو بإسمك؟ بإسمي على أيدي بس ناطر الأمبلاجات ناطر المصنع يلي عملي بطريقة ممكلفة الأمبلاج أنا ناطرار بدي استعمله وخبر المشاهدين والمتابعين يا حبيبت أكيد أكيد موفقة طولين هيدا شي تحترمي جدا علي برافو مين النجوم اللي اتصلت فيهن طلبت منه المساعدة ومساعدوك لا حرام أنا هون ما بدل يجي علي هون لا ما حقلك أسامي لهم بفكروا أنه أنا ما عم هاجمهم يعني هاي إدراتهم بيجوز ظروفهم ما بتسمع لا ما هو أنا ما عم قلك هاجميهم بس عم تقولي دقيت باب نجوم يمكن كانوا أصحابك صح؟ كتير كان في منهم نجم هلأ نجم على فكرة كتير بحبه وبيحترمه ابن حارتي كان كان ابن حارتي وهلأ نجم كبير أهم اسم تقريبا بالوطن العربي أو مو تقريبا هو أهم اسم لحظة بس تقولي نجم كبير سوري ابن حارتي أهم نجم بالعالم العربي بعد في اسمه يعني وعم بتقولي بوجه له كل احترامتي ما عم بتحكي شي سيء بحقه أكيد 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 مين هو؟ ما بدي أذكر اسم هو بيعرف بليز بليز تايم حسان نجم تايم حسان ما بدي أذكر اسامي بليز كرمالي رابعة ليه تصلت بتيم حسان بالذاتي وطلبت منه المساعدة أنا ما تصلت مين قال تصلت أنا عم قلك لا 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 هلأ بالنسبة لطبعا لما بدي أحكي عن أي حدا نجم بالوسط سلفا هقول مع حفظ الألقاب للكل كرمال موقف عند اسم اسم وقول النجم الفلاني ومع الاحترام للكل مع الاحترام الكامل للكل عم قلك أنا كم شوي كنت عم بعتيكي مثال عن تايم حسان وحدا بده يتشبه له ويقوله عنه نجم